يعني ستذهب الأمور إلى إعادة الانتخابات لا شيك لكن الشيطان يكمن في التفاصيل إيران ستدفع الإطار لتقديم تنازلات محدودة لأنها تعلم أن السيد مقتد الصدر لن يقبل بأقل من معاقبة هذه الميليشيات وهو يتهمهم بأنهم من بدأوا القتال طبعا تم تشكيل لجنة برئاسة سيد مستشار الأمن القاومي لتحديد الأمور التي جرت لكن هل الاشتباكات التي حصلت في الخضراء وننتظر التقرير تقرير هذه اللجنة طبعا لم نسمح عن نتيجة أي تقرير سابق من اللجان التي شكلها السيد الكاظمي لكن هذه هي واحدة منها علوا عسى أن تظهر الأمور عملية ظهور نتيجة هذا التقرير ستكون ورقة الضغط على أحد الطرفين الإطار أو التيار هنا سيتم لعب ورقة الضغط دوليا أيضا على سيد مقتد الصدر لتخفيض سقف مقالبه وبالتالي ممكن أن نعود إلى انتخابات مبكرة لكن ما هي الشروط ما هو قانون الانتخابات من الذي سيشرف على الانتخابات من هم الضامنون لنتيجة الانتخابات الأمم المتحدة راقبت الانتخابات الماضية فشلت في يعني تحاول في إبقاءها الصورة كما هي عليه لكن واضح جدا أنه مجلس النواب معطل والنتيجة أنه لم يتم الاعتراب بالانتخابات لا سابقا من الإطار ولا الآن من الاعتراب بالمجلس النواب من التيار الصدري فممكن أن نعم سيكون هناك ضغط للدفع بالتجاه حوار وهو ما يحصل الآن يعني العامري ينقل رسائل هناك جهات أخرى تنقل رسائل بين الإطار والصدر لكن سيبقى كل من الطرفين على الأقل إعلاميا وكما في الشارع كل واحد سيرفع سقف مطالبه من أجل الحصول على أكبر مكاسب لكن هذا رفع سقف المطالب وهذا سينعكس على الشارع على أداء السراية وعلى أداء الفصائل الموالية لإيران عملية الثأر والانتقام والصراع على السلطة ستبقى مستمرة الاغتيالات ستبقى مستمرة الرصاص لن يتوقف لكنه لن يسمح له أن يصل إلى مستوى حرب أهلية فبالتالي نعم سيكون هناك قرار لكن الشيطان موجود في التفاصيل وقد تشعل هذه التفاصيل الصراع مرة أخرى